من عجيب السوشيال ميديا إنها فعلاً حققت أحلام ناس بسيطة خلتهم بقوا تريند ومشاهير وجابت لأغلبيتهم أو بعضهم فلوس كتير وفرص ما كانوش يحلاموا بيها زي أيوب القاضي الرجل الصعيدي البسيط اللي كان بيبيع طفايات عمل فيديو مشهور قوي بيعرض طفاياته للبيع في القطر بيقول فيه الطفاية جي الطفاية جي وعمال يتكلم اتكلم عن الصناعات المصرية ببسيطة اللي بتوفر فرص بتدي فرص عامة لناس كتير وبتتبع بسعر رخيص ويقدر أي بيت يشتريه وتروح الأيام تلف الأيام الفيديو المتسجل من سنة أو أكتر ينتشر فجأة ويبقى الفيديو ده تريند بيكسر الدنيا في كل مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وأصحاب شركات كتير يطلبوا عشان يعمل أعلانات لمنتجاتهم ادريقنا على الناس وربنا يفتح عليه في يوم وليلة من حيثه لا يحتسب ولا يدري والشاب التاني البسيط اللي دلوقتي احنا عايشين قصته حالا اللي بيشتغل في النقاشة اللي سجل فيديو وبيدهن الحيطة بيعمل محارة وحاجات كده وبيغني بكرة يا حبيبي بصوت حلو وإمكانيات ما تتوصفش يمكن مش مبالغة مش طعفين أبقول حقيقة لو قلت إنه صوته أجمل بكتير من أصوات كتير جدا موجودة حوالينا عالساحة دلوقتي يعني في مجال الغن وبردو يشق ربنا إن الفيديو ده يضرب في يوم وليلة يتحول التواند مصر كلها بتدور عليه عشان يغني تاني بصوته الحلو ده لدرجة إنه مطرب رمي جمال وإحنا شفناه لما قالها تبناه وكده نزل عنده على صفحة على الفيسبوك إعلان بيغطب فيه من كل جمهوره أو أي حد يقدر يساعده إنه وصل للشاب ده عشان ينتج له أغنية ويغني معه دوات وفعلاً لقوا الشاب ده بقى شو صدق نفسه مشو صدق إزاي الشهرة والنجاح دقت على بابه كده فجأة رفعيته للسمى وتبدل بيه الحال مش يرجع لنقاشة تاني بس المثالين دول حلوين وموجودين بس مش عارفة لقيتهم بينواروا في دماغي كده وأنا عمال أبص على قصتك يا هبة لقيتني بسأل نفسي يا طرى لو أنت عملت فعلاً يوتيوب تشانل أو قناة على اليوتيوب أو صفحة على الفيسبوك زي بطلة فيلم سيكرت سوبرستار اللي قلت عليها أو النجمة الخفية دي نشرتي فيديوهاتك وانت بتغني وبتعزفي من وراء نقاب وانت لبس النقاب تفتكري موهبتك دي هتسمع هتكسر الدنيا في يوم وليلة هتلاقي نفسك إنه الناس كلها بتكلم عنك ملايين الجماهير بص يا هبة ما تحداكي لو كان بيعة الطفايات ده أو مطرب النقاش كانوا عارفين وما بيسجلوا الفيديوز إنهم ممكن في يوم الأيام يتشروا الشهرة دي أو تكون سبب إن حياتهم كلها بتتبدل فيها الحال كل اللي حصل إنه كان جواهم حاجة فعبروا عنها زي ما فيه غيرهم الناس كتير قوي بتعمل كده عندهم حاجة بيعملوا فيديوهات كل يوم وكل ساعة بيقولوا بس عادي بتنزل عالسوشال ميديا من غير ما تسيب أي أثر يعني بيطلع يحكي مشكلة إلا لو كانت حاجة طبعا بتعمل ترند وإحنا عارفين الترند بيتعمل إزاي أو فيه ناس بتستغلوا إزاي بس عارفة ليا هبة عشان النجاح قبل ما يكون موهبة وشطرة واجتهاد هو في الأول والآخر رزق أو أنا بشوفه يقين ربنا محدده وبيوزعه بمعرفته على الناس اللي يستاهل ياخد أو اللي ربنا كتبها له ربنا بيخلي كده إنه فيه رزق كده بيبقى فيه اتنين واحد جايه له الرزق عندهم نفس موهبة ومشي في نفس المشوار وبيسعوا نفس الساعي والاكتهاد هو هو بيعملوا كل حاجة واحد منهم يوصل والتاني لأ مش معنى كلمة إن أحبطك بس أنا بفكر معاكي أنا بعرض عليكي الموضوع من زاوية تانية أختي صغيرة وبتكلم معاها عشان شايفة إنه كويس إنك تبيحطها في دماغك كل الاحتمالات الأزمة الوحيدة مش بس إنك هتحطي فيديوهاتك بالنقاف وباقي يعرفك بأي طريقة وينتأم منك أو يزعل أو يردلك اللي عملتي ده لأنه طبعاً أنت كده فضحتي وبالنسبة له أنت عملت حاجة فيها حرمانية زي ما كان بيقول وعملت حاجة غلط لكن فيه أزمة أكبر تعريباً أفكر فيها كده إنك تعلقي كل أحلامك على طريقة معينة أنا لازم أتشاهر بيها تغير حياتي هتحقق لي الشهرة والنجاح بعد أنت تكتشفي إنه إحنا ما وصلناش لحاجة وعدت عادي من غير ما حد يحس بيها فهمت أنا قصدي إيه؟ لو فهمتها واستوعبتها كويس جربي وما تخفيش طالما من وجهة نظرك ما بتعمليش حاجة غلط ما بتعمليش حاجة تزعل حد كلنا من حقينا إن إحنا ناخد فرصتنا نشوف طريق بديل نوصل من خلاله لحلمنا ونوصل صوتنا مهما كان رد فعل ببوكي هيعمل إيه؟ يوم ما يعرف بقى إنك بقيت بتغني وتعزفي من وراه مش هيبقى أصعب من إنك تكباري من غير ما حد تتحاولي إنك تثبتي نفسك أو تعملي بموهبة اللي ممتك بعدها بها عشانها جربي وسعي بس ما منرفعش سلف التوقعات يعني مش هبقى معرفش مين مناش دعو بحد لدرجة إنه إيه؟ يتهدى علينا ويضيعنا حياتنا زي مركب في وسط البحر فيش علينا غير السعي ونحن نقدف أما بقى موضوع إننا وصلنا للشط أو بر الأمان نبقى دربنا هو قدر كل واحد فينا فين بر الأمان بتاعه أو بر السلام بتاعه كل واحد فينا أصلح له إيه؟ مين عالم؟ جاهز ربنا يكتب لك الخير مع إنسان طيب ابن حلال ياخدك لبيته يصدق بموهبتك يبقى هو نمبر ون الواقف ورقي بيسقفلك وفعلا يبقى هو رزقك في الدنيا ممكن تحصل ويساعدك بشكل ما كنتيش تتخالي صح؟ ده احتمال كبير ولو ما حصلش ولا حاجة من دي هنقول الحمد لله وبنفس راديا لأنه ما بيعملناش حاجة وحشة وبرده هنكمل ساعي سمعتي معانا كلام دكتور نور في الفقرة اللي فاتت وسمعتي كلامي دلوقتي وهقولك على حاجة يمكن كان نفسي أقولك إن باباكي بيعمل كده عشان يحفزك كان نفسي أقولك إن باباكي هيوقف جنبك يعني يمكن قصة حتى لما بحكيها أبويا بيزعل جدا بس أنا عارفة إن هو كان بيحمسني وكان بيقولي إنه أحسن لما قلت له أنا ماضيت وهابقى موزيعة وما حدش سعيدني وما عنديش واسطة وهابش بسدها نفسي كان رد فعله إيه؟ مش أنت عارفي معنى أنا عارفة إن هو بيحبني جدا أنا واثقة والله مش 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 بشكك بس راح إليك الموحدة بس يعني جملة قالي إيش معنى أنت لا تبقي موزيعة؟ ده البلد كلها عايزة تبقى موزيعين صدامت تعطي عايزة مناعة كتير قوي بس يقيني بالله وما حطش حاجة جوانا أو حلم إلا أعرف إن أنا هنوصله بس ده مش معنى إنك تبيعي كل حاجة أنا كنت برضاهم فأنا عارفة إن متكتفة مش عارفة أقولك إيه؟ عارفة لو أنت كنت في الحلم وراحة أمضي مع الشركة وخلاص كنت أقولك اجري ورا حلمك اجري ورا حلمك بالعكس هيجوا يقولك برافو يمكن كان مش شايفين وجهت نظرك بس أنا قلت لك حطي الاحتمالين بس خلاص وعملت اللي علي وهستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملت إيه؟ وسلميلي على موتك خليها تدعي لنا الستة الجميلة دي الستة اللي تبيع دهابها عشان مؤمنة بحلم بنتها الله يبارك فيك وفي عمرك ويخلي لكم أمها تكم وما يحرمنا منهم أبدا اللي بيسعوا إن هم يشوفوا أحلامهم فينا وهخلي الحلقة دي عشان إحنا نقعد نعترف بفضل الأهالي علينا يعني يقول كده ممتك عملت لك إيه زي ما كانوا بيقولوا زمان الأم اللي هتتاخد الرغيف وتدهولك مش تقولك مش عايزة أنا كلت يا ابني كانوا بيكذبوا علينا سلميلي عليها ولا تدعي لنا باي باي